أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج النهار تراندينج كما أودناكم أخترنا لكم أبرز ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي بمنصات الفيسبوك، اليوتيوب، الانستغرام وحتى تويتر البداية مشاهدينا نستهلها بخبر محزن أين غيمت الموت صباح يوم الاثنين الفنان الجزائري فريد قصيصية المعروف بفريد الروكير عن عمر نهز 58 سنة إثر تعرضه لنوبة قلبية مشاهدينا فريد الروكير الوجه التليفزيوني المعروف بحس الفكاهة ها هو اليوم ينتقل إلى جوار ربه مشاهدينا وبعد الإعلان عن خبر وفاة فريد الروكير درجة مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات عبر أصحابها عن حزنهم الشديد لرحيله أين جاءت التعليقات مشاهدينا بخصوصه كالتالي من عبد الرحمن يقول إن لله وإن إليه راجعون من أحد أفضل الكوميديين الجزائريين المحبوبين كسب قلوبنا بطريقته الخاصة اللهم ارحمه واغفر له وارزقه بجناتك ومشاهدينا في تعليق آخر من لا في بال تقول إن لله وإن إليه راجعون ربي يرحموا يجعلوا في الجنة ويصبركم وفي تعليق آخر من حفيض مشاهدينا يقول ربي يرحموا يوسعوا عليه ويسكنوا فسيح أقول جنته ويلهم أهله الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون وفي تعليق آخر من فارس يقول الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون يربي يرحموا برحمتك الواسعة الجزائر خسرت الكثير من الفنانين هذه الأعوام مشاهدينا طبعا ومن جهتها وزيرة التقافة نعت الفنان الراحل فريد روكير من خلال منشور نشرته وزارة التقافة والفنون على صفحتها الرسمية بالفيسبوك والتي كثبت بكثير من الأسى والحزن بلى سيدة وفاء شعلال وزيرة التقافة والفنون نبأ وفاة الممثل والفنان الكوميدي فريد قصيسي المعروف فنيا بفريد روكير وإذ تعزي السيدة الوزيرة نفسها وعائلة الفنان فإنها تؤكد على مكان الرفيع التي مفتئة يحتلها الفقيد في قلوبنا فهو صاحب الأعمال الرفيع الفنية المميزة فريد كان فريدا في جل أعماله التي بصم عليها طيلة مصاره طبعا مشاهدين نكتفي بهذا القدر طبعا مشاهدين ومن جهتها قدم نادي شباب بالوزداد خالص التعازي لعائلة الفنان الراحل خاصة وأن روكير كان يعرف بأنه من المناصريين الأوفياء للسيربي وهو الذي عاش طفولته في الحياة الشعبية الحامة أين كتبت الصفحة الرسمية لبطل الجزائر مايلي يتقدم نادي شباب بالوزداد بخالص التعازي لعائلة قصيصية بعد وفاة الفنان والمناصر الوفي للفريق فريد قصيصية المعروف بفريد الروكير رحمه الله وأسكنه الفردوس مشاهدين نكتفي بهذا القدر ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني طبعا مشاهدين أغرق الجزائريون مواقع التواصل الاجتماعي بصورة رجل من رجال الجزائر الأشاوس وهو الشاب عبدالغاني هلال الذي ينحدر أقول من ولاية خنشلة طبعا مشاهدين والذي أبان عن بطولة كبيرة في مواجهة الحرائق الأخيرة التي شهدتها غابات ولاية خنشلة طبعا مشاهدين عبدالغاني لم ينتظر مساعدة أحد حمل شحنته وعبأها بالمياه وانتقل أو توجه إلى غابات خنشلة لإخماد النيران طبعا مشاهدين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو طبعا مغطى بسواد الدخان التي نتجه أقول الحرائق التي شهدتها الغابات أين جاءت التعليقات بخصوصه كالتالي في التعليق الأول يقول هكذا تكون الرجولة وحب الوطن ليست لها شروط هي تجري في عروقنا ورثناها من أجدادنا طبعا مشاهدين وفي تعليق آخر تقول راجل وتفتخر بها الجزائر من الجنوب للشمال والشرق والغرب مشاهدين وفي آخر تعليق من حسان يقول الله بارك عبدالغاني كان نعمة الناس ربي يحفظوا إن شاء الله بهذا مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا لكم